بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلته التي كان عليها قل لله المشيخ والمغرب فأيهدي من يشاو إلى صراطه المستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهداء وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليذيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقل ووجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن تبع تهواهم من بعد ما جاك من العلمين كذل من الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون بناءهم وإن فريقا منهم لا يكون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربكم الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجهك شطر لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشهم وخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يطلع عليكم آياتنا ويزكيكم يعلمكم الكتاب الحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني يذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبي والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله موت بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبرو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه أولئك المهتدون إن الصف والمرت من شعائر الله فمن حج البيت ويعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكل عليم إن الذين يتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك اعتبوا عليهم ونتواب رحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفارون أولئك عليهم لعنة الله والملائك والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفضوا عنهن عذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله الله والرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلق التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مماء فأحيا بالأرض بعد موتها وثفيها من كل داب وتصري في الياح والسحاب المسخر بين السماء والأضلايات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من ذن الله أندادا يحبونهم وحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يروا العذاب أن القوات لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمال حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها النسجر مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لهم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا ولنتمع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثال الذين كفروا كمثال الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سمهم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كله من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت ذو الدم ورحم الخين زيل وماء الله به لغير الله فمن ازطر غير وباغ ولا عد فلا يثم عليهن الله غفور رحيم إن الذين يكون ما أنزل الله من الكتاب واشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يكونون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يا والقيامة ولا يزكيهم لهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أنت والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله اليوم الأخير والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه زول القربى واليتام والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة الموفون بعد من دعاهد والصابرين بالبساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى فمن عفي له من أخي شيء فاتباع من المعروف وآداء إليه بإحسان ذلك تخفيهم من ربكم ورحمة فمن يعتاد بعد ذلك فله عزاب أليم ولا كن في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تدقون كتب عليكم إذا حضر حداكم وطن ترك خيرا للوصية للوالدين الأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص أو جنف فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم التقون أياما معدودات فمن كان منكم مريدا أو على سفر فعجة من أيام نخر وعلى الذين يطيقون وفدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي ينزل فيه القرار وذل للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهر فليسمه من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم الإصرى ولا يريد بكم العصر وليدكم من العجدة ولا تكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي لادعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بلعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم وتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وبدأوا ما كتب الله لكم وكلوا الشب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تم صيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عكفون بالمساجد تلك حدود الله فلا تقربها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل وتدلوا بها إلى الحكم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بلثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقع للناس والحج وليس البر بأن تات البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعددوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقفتموهم واخرجوهم من حيث واخرجوكم الفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشأل الحرام والحرمات وقصاص فمن اعتد عليكم فاعتدوا عليهم اهتموا عليكم واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلوكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وآتموا الحج العمرة لله فإن أحصلتم فما استيصر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريض أو به يدى من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرات للحج فمن استيصر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهل الحاضر المسجد الحرام يتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج شهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فزوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناحنا تبدو فضلا من ربكم فإذا فضوا من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداه وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم فيض من حيث وفضى الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكروا ما باكم واشا ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقين عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسب الله سرع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا يثم عليه ومن تأخر فلا يثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله بالحياة الدنيا واشد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في اللغة ليفسد فيها ويولك الحرث والنص والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فعصبه جهنم وربي سلم هذا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءت ملينا تفعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن ياتيه الله في زلاله من الغماء والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع نمور سل بني إسرائل كما آتيناهم من آيات بينا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا واسخرون من الذين آمنوا والذين اتوقوا فوقمي والقيام الله لزق من يشاء بغير حساب كانن سمة واحدة فبعث الله النبيين مواشرين منذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتوا البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين آخروا من قبلكم مستهم البساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتام والمساكين ومن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كله لكم عسان تكروا شيء وخر لكم عسان تحبوا شيء وهو شر لكم الله يعلم وأنكم لا تعلمون يسألونك عن شعر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله كفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من يستطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيأموت هو كافر وأولئك حبطت أعمال في الدنيا والآخر وأولئك صعبنا لهم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله يسألونك عن الخمر والمسجد قل فيه ما إثم كبير وما نافع للناس وإثمه ما أكبر من نفع ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخر ويسألونك عن الجدامة قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فيخانكم الله أعلم مستدى من المصلح ولو شاء الله لأعندكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشريكات حتى يؤمن ولا أمات مؤمنات الخير من مشريكة ولو أعجبكم ولا تنكح المشريكين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن الخير من مشريك ولو أعجبكم أولئك دعون إلى النار الله يدعون إلى الجنة المغفرة بإذنه يبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيد قل هادا فاعتزل النساء في المحي ولا تقربهن حتى يطهن فإذا تطهن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم الناشط وقدموا لأنقصهم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عزة لأيمانكم من تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع علي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمتلقات يطربصن بأنقصهن ثلاثة تقروا ولا يحل لهن أن يكون ما أخرى الله في إرحمين إن كن يؤمن بالله اليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن راضوا إسلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولرجال عليهن درجى الله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لهم أن تأخذوا مما تيدموهن شيئا إلا أن يخافا فألا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جنح عليهم وفيما ابتدت به ذلك حدود الله فلا تعددها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكع سوج غيره فإن طلقا فلا جنح عليهم أن يترجع إن ظننا أن يقيما حدود الله وتلق حدود الله وإن لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سلحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعددوه ومن يفعل ذلك فقد ظلام نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا وذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيدكم به واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن إن ينكحن أزواجهن إذا طردوا بينهم بالمعروف ذلك يعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهروا والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يردعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكله نفس الله وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث بث ذلك فإن رادا فصالا عن تراد منهما وتشاول فلا جناح عليهم وإن أردتم أن تستردعوا أولادكم إذا فلا جناح عليهم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف يتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصيرا والذين يتغفون منكم إذا أزواجا يتربسن بأن وسئن أربعة عشرين وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أن وسئن بالمعروف الله بما تعملون خبيرا ولا جناح عليكم بما أرزتم به من خطبة النساء وأكمنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تعدوهن سرًا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغوا الكتاب وجله وعلموا أن الله علم في أنفسهم فاحذروه وعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما نمتوسوهن وتفردو لهن فريضا ومتعوهن على المسيح قدرهن على المقدر قدرهن داعا من المعروف حقا على المحسنين وإن طلقتم وإن طلقتمهن من قبل أن دمسوهن وقد فرزوا لهن فريضا فريسوا ما فرزوا من الله أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا وقروا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالنا ورقبنا فإذا منكم فادكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين اطفن منكم ذنى أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جنع حالكم فيما فعلنا فيه أن مسئنا من معروف الله عزيز حكيم وللمتلقات متاعا بالمعروف حقنا المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حزر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لضفض على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سبيع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويدعف له أضعفا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملك أن نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله أخذ خرنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منه الله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤذ سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يتيه ملكه من يشاء والله باسع عليم وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يتيكم تابوت في سكينة من ربكم وقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فلما طالوط بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغتر فغرفة بيدي فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوه هو والذين آبنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوط جنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلوط فئة كثيرة بإذن الله مع الصابدين ولما برزوا لجالوط جنوده قالوا ربنا أفرع لنا صورا وثبت قدامنا وأنصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوط واتاه الله الملك الحكم وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الله فاسدت الأرض ولكن الله دفع على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين